طيب احنا هنتكلم طبعا عن استدادات كابتن حسام لكن وانت بتتكلم دلوقتي قلت ان منتخب بوركين فاسو اختلف عن زمان والكرة اختلفت تماما خلال الفترة هل احنا كمان منتخبنا اختلف خلال الفترة الأخيرة؟ خلال الفترة الأخيرة مع كابتن حسام حسن؟ لا بتكلم بشكل عام منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة خمسة سنين فياته مثلا شكل المنتخب، أداء المنتخب عاملين؟ أداء المنتخب كان ليه يعني كان متقسم له جزئين؟ جزء طبعا مع هيكتور كوبر اللي هو كان منتخب مصري يعني منظم دفاعيا وكان بشكل دفاعي أعتقد كان مميز جدا وقدر يقودنا هيكتور كوبر ليه كاس العالم لكن بعد كده في ناحية تانية المنتخب اللي خلاص اتحرر بقى هجوميا وده شفناه بالأخص مع روي فيتوريا مدرسة كيروش كانت مدرسة مناسبة ومتوازنة مع المنتخب المصري لكن ما قد اتناشا للأحلام النهائية يعني كانت بتقدم أداء كويس جدا لكن أحلام النهائية انه هو يحق كاسه مافركية معنا يقودنا لكاس العالم ده برضو يعني ما نجحش فيه كان فيه أداء بلا نتيجة أداء بلا نتيجة لكن كان عنده سوق حظة خلائنا نقول ان كان فيه سوق حظة طبعا انه هو خسر نهائي كاسه مافركية أمام السنغال وخسر الممبارات فاصلة برضو أيضا امام المنتخب السنغالي ولو جينا يعني بصت لقوة المنتخب السنغالي فتقول أنه برضو وارد لما بتقابل منتخبين اتنين أقوية فأعتقد الموضوع برضو بيقوم معرض لأنت ممكن تخسر فده بيبقى شيء وارد لكن المنتخب المصري كان مع كيروش كان منتخب قوي ومتماسك وكان عنده روح وكان منظم مع ريف فيتوريا اختلف هجوميا بقى منتخب هجومي أكتر منه دفاعيا لكن كان يفتقد للروح وده شفناه في كاسة المفركية بالأخص إن المنتخب المصري مقدمش أفضل أداء ليه في كاسة المفركية فيعني الروح كان يفتقدها لكن الروح بتعود مع كابتن حسام حسن وده نقطة مهمة جدا لأن كابتن حسام حسن واحد من أساطير الكرة المصرية طبعا كلاعب وأعتقد أنه هو محتاج برضو يعمل تاريخ كبير جدا كمدرب والروح كان دائما أكتر حاجة بتناس كابتن حسام حسن كلعب دائما الروح وهون لا يتقبل الخسارة أعتقد كل الخبرات دي هيقدر ينقلها ليه لعبته النهاردة طبعا لعبته طبعا في طول فترة تدريبه يعني